أحمد يمكن ناس كتير ما تحطش في اعتبارها خصوصاً جمهور أهلي يعني جمهور أهلي طبعاً بصرف النظر بيلعب جوه بيلعب بره بيلعب مع فريق كبير بيلعب مع فريق صغير بيلعب دوري الأبطال بيلعب في كاس مصر هو همه اللي يهمه في القصة أنه الأهلي حق أفوز ويرجع لكن يحسب لكولور بعد فترة اختلال توازن شوية تراجع مستوى اهتزاز في العروض وفي النتائج أنه قدر يرجع في ثلاث مواجهات ملحمية في خلال أسبوعين مع الأخد في الاعتبار أن واحدة منهم كتف المغرب واحدة منهم كتف أبوزابي واحدة منهم كتف تونس هل بتشوف أنه كولور قدر يفرد سيطرته ويفرد أسلوبه بشكل كامل على الفريق في الفترة الأخيرة خلاصة المواجهة مع الرجاء خلاصة المواجهة مع بيرامدز أو خلاصة المرحلة اللي فيها مواجهة الرجاء وبييرامدز والتراجي التونسي طبعا دلوقتي دلوقتي بعد مباراة التراجي دي نقدر نقول إن كولور من أفضل المدربين اللي هيعدوا أو عد على تاريخ نادي الأهلي مدرب طبعا قعدنا في فترة في الأول محدش فهم كولور عايز إيه روتيشن كتير جدا في الدوري وروتيشن في بطولة أفريقيا دلوقتي بقنا إحنا كجمهور بنتفرج على نادي الأهلي محترين مين هلعب في نص الملعب محترين مين هلعب ناحية اليمين حسين الشحات عبدالقادر بيرستاو ما بقاش عندنا مشكلة دل عمل كولور فدي ميزة مهمة جدا خلت النادي الأهلي يأكد النادي الأهلي دلوقتي بقى بقابل أهلي أي منافس بسوكة كبيرة جدا كولور لازم لازم صراحة نشيد بيه جدا لإنه هو عنده ميزة أو مميزات كده جدا لأولا إنه مدرب عادل مدرب عادل جدا المران عطية محدش كان يتوقع إن فيه لاعب يبقى لسه جاي في انتلات الشتوية ويقعد عمر السلية أو مش بلاش نقول إنه هو ممكن يلعب في وجود عمر السلية أو في وجود حمد فاتحي فدي المران عطية ده مدرب عادل ياسر إبراهيم فيوقات كتيرة إحنا كان ممكن نشوف إن ياسر إبراهيم ما كانش موجود إنه هو يفجأ جبيه في مبارات التراجي وحتى مبارات العودة بتاعت الرجاء وده يبينه ده إنه كولور مدرب مذاكر كويس جدا ليه لاعب ياسر إبراهيم إن ياسر إبراهيم مميز جدا في الدربات الرقصية والمبارات دايما إن تبقى خارج ملعبك أنت محتاج لعب قوي يتعامل مع لعبها بالظبط إنه ميزة شمال أفريكا دايما في القرات السبت وهي كانت خطولة تراجي في تونس في القرات السبتة بالظبط فهو مدرب يبين قديه الرجل ده مذاكر كويس جدا المنافس عنده ميزة تانية إنه هو بيفصل كل مباراة عن بعضه وده شفناه في النتائج الكبيرة جدا أو الثلاثات اللي هو خلاص بقى مميز بيها إن شايف أقول المنافسين كتير جدا خسروا قدام كولور بـ 3 صف النهاردة على السوشال ميديا في قائمة الثلاثات بالظبط 13 ثلاثية فده طبعا رقم كبير جدا وأدها كبيرة يعني المنافسين الأساسيين بالنسبة لك محليا وقرار كبيرا متس كمان برضو فهي بي ندين كولور مدرب بقى وصل لمرحلة خلاص حاليا مع ناد الأهلي إن هو بقى فيه من شخصية ناد الأهلي طبعا رجع زي ما أنت قلت يا أحمد إن هو رجع بثلاث انتصارات قوية جدا سواء دلوقتي نشوفنا الناد الأهلي بيلعب قدام ريال مدريد بجراءة ودي ميزة كولور مدرب جريق مدرب عادل دي أكتر حاجة ممكن تقول كجمهور يعني بقول كلام ده كجمهور دلوقتي عشان ببعد معكم بحب بقى جمهور أكتر أكتر حاجة عجباني في كولور إنه عارف تماما ومدرك لقيمة الأهلي والجمهور الأهلي منتظرة من فكرة دي كانت مهمة جدا فكرة إن أنت تكسبني حتى لو هكسب يعني منافس سئيل أو فريق كبير وإنت راجع لورا وبتدافع وبتلعب جيم مقفول وبتلعب على مش ثقافة الجمهور يعني إن ليه إن أنا أقول غلابية العظمة من جمهور دي الأهلي طبعا جمهور دي الأهلي عشوف فريقها بيلعب كرة وبيهاجم وبيستمتع ويمتع جمهور كولور كان بيشوف يعني أنا تشبيه ليه كان فيه مدرب طبعا الإيطالي فابيو كابيلو كان دايما أطلقه عليه مدرب الواقعية مدرب وقع جدا حتى لو نشوف تصريحات كولور في المؤتمر الصحف في أي مؤتمر تصريحاته وقعية جدا ما بيقولش كلام يعني أكبر من اللي هو هيعمله لكن تصريحاته فيها رزانة أنا بشوف إن كولور دا أنا أطلقت عليه بالنسبة لنا نوع من الحكمية لقب حكيم يعني هو راجب عنده خبرات كبيرة قوي طور لعب ما كانش بقى له فترة كبيرة الناس كلها بتقول إنه هو ممكن يمشي بتصاب كتير برس تاوي برس تاوي مع كولور يعني بيقدم أفضل مستوى ليه من ساعة لما يجي الناد لأهلي وبقى مكسب كبير جدا وبقى لاعب مهم جدا وبيقدر يعمل لك الفارق يعني مبارح فيه لقطة مهمة جدا كولور سبرة على كهربا بالرغم من فرصة ضيعها بعد الهدف الأول يبين قد سقطه الكبيرة جدا وإنه هو بتعامل نفسيا مع اللعيبة ودي حاجة مهمة جدا كمدرب إن أنت تصبر على بواسك فيه فخلى كهربا أول ما جاب الجون راح ساحب كهربا هي الفرصة بتاعة الكهربا على فكر انفراضه بعد الهدف الأول بعد الهدف الأول بسروا باسم بيرسي تاوبا بيرسي تاوبا والتوقيت بتاعهم معلمين بسراحة